ازاي اعمل بس مباشر او لايف في تطبيق جاكو بصورة ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشر نهاردة كده هقلك على ازاي اعمل لايف او بس مباشر في تطبيق جاكو بصورة ازاي انا ما اطلعش بوشي يعني ما اطلعش بوشي وافتح صورة بس يعني اضغط على التطبيق ده وافتح الليف بتاعي واضغط على صورة والصورة تبقى موجودة اثناء الليف بس يعني ما اظهرش بوشي او اظهر بنفسي يا ردة ابنا ابدأ شرح النهاردة تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة لاننا هنتكلم على تطبيق جاكو الفترة اللي جاية دي وهنتكلم على كل حاجة تخص جاكو ازاي تربح من التطبيق وازاي تنزل عليه كل حاجة وازاي تأمن التطبيق ده الحساب بتاعك وازاي كل حاجة هنقولها الفترة اللي جاية ويلا بينا كده بقى على التطبيق انا قلت لك ما تنساش اللايك بنفتح التطبيق بالشكل ده لما بتفتح التطبيق بالشكل ده بيجيلك بالشكل ده كده هو طبعا منافس للتيك توك خلاص كل الناس كل الداعمين كل الاشخاص اللي كانوا موجودين على التك توك وبطلعوا للتوب دلوقتي خلاص بقوا موجودين على جاكو طبعا بابدأ ان انا انزل كده وفي علامة الكاميرا هنا بقى بابدأ اضغط على علامة الكاميرا وهنا اتقفل الصوت معي وكملت من تطبيق المونتاج زي من شايفين انا وفي الوقت بابدأ اجهز للايف بتاعي فبضغط على حاجة اسمها المؤسرات بضغط على المؤسرات من هنا بيجيلك ملصقات اقناعة خلفية بضغط على خلفية من هنا بلاقي حاجة اسمها تخصيص بابدأ اضغط على تخصيص لما بتضغط على تخصيص بيجيلك الستوديو عندك على الموبايل بتضغط عليه وتختار الصورة بتاعتك بضغط فوق على تأكيد بأكد الصورة معي وطبعا بنتظر شوية بس لحد ما الصورة تصبط معي هنلاقي الصورة بتروح وبتيجي كده ولو اتحركت معي شوية بتروح وبتيجي ممكن تلزق لزق على الكاميرا الامامية او تعكس الكاميرا برضو تكون وانت بتعكس الكاميرا لازق لزق على الكاميرا لان كل ما هتتحرك الكاميرا هتتحرك معاك فالافضل تلزق لزق على الكاميرا او على الكاميرا الامامية او الخلفية على حسب ما انت ظبطه بس كده اللايف اتفتح معي على تطبيق جاكوب كل سهولة بدون متابعين وبدون اي حاجة عندك طبعا فوق هنا لايكات يعني هو منافس للتيك توك زي التيك توك بالظبط بس كده عندك اي سؤال او استفصار اكتبلي في التعليقات طبعا هنقف اللايف من علامة الاكس دي وانهاء اللايف اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته